اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثل ما قلنا مرة قناة حركة جماعية لأننا كجماعة مسيحية مطالبين نلتزم بتعليم كنيستنا نعم أختي اليوم كثير نسمع للأسف اشياء بتجرحنا بتجرح قناة الصوم هو من قصص الإيمان المسيحي أوقات كثير من قول الصوم عن اللسان مثلا ما هو دائما أنا لازم صوم عن اللسان شو أنا ناطر الصوم تصوم عن اللسان ولكن أكيد بالصوم بركز أكتر على اللسانة تحتى اطلع منه معود على النظافة وضلنا دائما لسانة نظيفة ودافة وبيحكي باسم ربنا بيحكي الكلمة حلوة ولكن أختي ما فيني أقول الصوم فقط هو عن اللسان خلونا نحط الأمور بأولوياتها الصوم هو الصوم مثل ما عم تعطيه الكنيسة ما بدي أعمل شي بناسبنا لأ بدي أعمل الشي بناسب الكنيسة وهون بتصير قوتي وإلا إذا كل واحد عمل الشي اللي بيناسبه شو الأول بيكون عم يعمله وشو التغيير بيكون عم يعمله أنا بأي وقت من الأوقات فيني أعمل صوم عن اللسان ولكن أنا ناطر على هذه الفترة من السنة تعمل صوم كنسة صوم كنسة مثل ما بتقل الكنيسة فإذا أخوتي اليوم نرجع نركز تنفوت بهالحركة حركة جماعة المسيحية وتحتى نعيش الصوم مثل ما الكنيسة مقدمته وأكيد مع صومة بصوم عن اللسان وانتبهوا أوقاتك بنقول لأولادنا وبيكونوا معنون صغار صوموا عن تشيبس وعن شوكولات معلش خلونا نعود أولادنا من هنا من صغار ما يكونوا صغار كتير من هنا من صغار يدخلوا بالصوم المسيحي نعم كون أنا وعائلتي كلنا عندنا هالطابع شو حول الأم تطبخ لكل العائلة أكل صيامي ليش بدأ تطبخ للولاد غير مثلا ما حدا حيصر له شي حتنظلنا نحنا بصحة منيحة ولكن أهم شي صحتنا الروحية نعم أخوتي أوقات كتير نهتم بصحتنا الجسدية ولكن صحتنا الروحية بتكون بمحلتين اليوم كل هالمشهود اللي عم نعملو نكون أصحاء روحيا بتمنى لكم صوم مبارك وصوم قبل ما يكونوا مبارك صوم حقيقي الله معكم